يوما بعد آخر يتلاشى تماما الزخم الذي رافق تدشين مشاورات الكويت بل بات يقتصر في أفضل حالاته على ما يبثه المبعوث الأممي إلى اليمن من رسائل تطمينية فقط تصطبغ هذه الرسائل بالجانب الإيجابي إنجاز القول والدبلوماسي لرعي المشاورات وتطرقنا أساسا إلى ثلاث نقطة اليوم عندما جلسنا مع بعض بينما في حقيقة الأمر لم تعد تحمل الكثير من الأمل لليمنيين الذين التهمت الحرب حاضرهم وتهدد المستقبل تسير تطمينات والد الشيخ منفصلة أما يجري في صالات المشاورات وإن كان يصدرها الرجل للقيام بما يشبه التخدير الموضعي للجمهور المتابع من جهة ومن جهة ثانية لتسخين مهمة طرفي المشاورات تسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي تخرج رسائل إسماعيل ولد الشيخ مقتضبة أغلبها يتركز على سير جلسات مجموعة العمل ثلاث السياسية والأمنية ولجنة الأسرى والمعتقلين التي لم تتقدم مسافة واحدة حتى الآن مرت أسابيع على المشاورات لم يتحقق فيها سوى اختراق بسيط بشأن ملف المعتقلين الذي حتى اللحظة لم ينجح بإطلاق سراح معتقل واحد بينما تستمر الميليشيا في حربها في مختلف الجبهات في وقت تشهد البلاد المزيد من الإضطرابات الداخلية إلى جانب الحرب القائمة كالأحداث التي تتفاقم في بعض المحافظات الجنوبية ودخول عنصر جديد في التفاصيل المتقلبة هو ما يجري في عدن إذ تصفه الأجهزة بالإجراءات الأمنية وفي إطار المشهد القائم أيضا يأخذ تنظيم القاعدة نصيبه في الحضور بعد أن كسرت شوكة التنظيم في حضر موت عدن بينما تتحدث مصادر عن إرسال واشنطن قوات خاصة إلى اليمن للمساعدة في القضاء على التنظيم الإرهابي يؤكد مراقبون أن التنظيم استطاع تجنيد عناصر جديدة له في البلاد إذن مشاورات الكويت السياسية لم تغير من الواقع العسكري على الأرض شيء كما أن واقع الحال في ظل الحديث عن لجنة الإشراف عن تثبيت وقف إطلاق النار ومزاولة مهامها في استمرار هجمات الميليشيا في تعز والبيضاء يزيد تعقيدا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية فيما يدفع المدنيون ثمن كل هذا التدهور والحرب وأيضا الفوضى ترجمة نانسي قنقر عزيزة